موسيقى مسى الخير مسى من يؤلفون الغد وغدا لا تنتظر ألف غدا يعطي ما ألفت عنه أبدا زمن أنت خصيب وافر فابنه مثلك كلا أمردا ولتكن في الخلق صنوا رائدا إن يد ما أقدمت كنت اليد ولتكن للحبر أنقريشة معها تبقى المعاني جددا ولتكن في الزهر أنت ضوعه ولتكن قبل المدى ثم الندى واجعل الفجر كتابا للشذا ودع الشمس تعري الجلدة دائما كن أينما كنت غدا شاءك العمر لتبقى ولدا بالثواني إن لهوتا استعذبت في اشتياق لغد أن تولد كن غدا وليكن الأمس غدا لك أيضا وله كن موعدا حيثما تكثر الخطيئة تفيض النعمة آية من إحدى رسائل مربولوس إلى أهل روما هي خير ما ألخص به مسبقا مضمون حلقة نقطة فاصل اليوم نحن شعب خطايا ورزايا نرتكب المعصيات وفي ظننا أن لا رقيب ولا حسيب حتى إن كثرا مننا يعتقدون أنهم الله أستغفر الله لكن ثمة من يكون كالضمير لا يرى لا يلمس يضيء شمعة في ظلام حالك يكشح بقبس نوره كل عتمة اللهم أكثر من أنثاله بيننا فيخلص العالم من مثله ضيفه نقطة فاصلة لا يمكن أن تتسع لألقابه واختصاصاته وصفاته مساحة أو صفحة أو أثير تلميذ وطالب يسعي تخصص في الأدب والفلسفة وحاز شهادتي دكتوراه في الألسونية والسيمولوجيا وطرائق التعليم من جامعة X بمارسيليا علم في مدارس ودرس في جامعة القديس يوسف وفي الجامعة اللبنانية حيث تولى عمادة كلية التربية ولعل أكثر لقب التسق باسمه الخبير التربوي لأن باعه طويل في التنسيق وأعداد المنائج ووضعها وهندستها في لبنان وبعض دول الجوار برؤية إنسانية عميقة تقوم على ثلوث الإيمان والأخلاق والريادة واضع كتب وعشرات الدراسات والأبحاث المعمقة وإذا شئت اختصاره أقول مؤلف غد في الإيمان والتربية والتعليم والعيلة والإنسانية واللبنانية والوطنية وتحت هذا العنوان نقطة فاصلة يرحب بالبروفيسور الصديق أنطوان طعمي أهلا وسهلا فيك شكرا من القلب على هذا التقديم الذي فيه فرادة والذي يلمس قلبي الفريد يتطلب فرادة تسلم ولا الناس بتعرف شعب بحك وأنا أحب كثيرا كلمة التأليف وألفة لأن تجمع هالمبعثر وهالأشتات نعم وفيه مألفة هذا الشيخ عبدالله بيستعمل المألفة صحيح وجميل المألفة فالغد كفانا ننظر إلى الوراء وندفن رؤوسنا في الرمال نعم العالم يجري بسرعة خيالية ونحن نلهس للحاق به لذلك الغد نعم الغد من ألفه مش ننترو أبدا أبدا خلينا نفوت بالحلقة المواضعة كتير وأتمنى طبعا أجوة من مكثفة ومختببة بروفيسور طعمي هل أخطأت أنا شخصيا حين استهللت الحلقة بأي من ماربولوس حيث تكسل الخطيئة تفيد النامة لأنني وجدت أنها تليق بك وتنطبق عليك فاعلا في حق الإيمان والتربية والأخلاق في زمن ضعف الإيمان وتراجعت التربية وقلت الأخلاق حاشا أن تكون أخطأت وأنت سيد الملائمة انتخبت آية تشبهني وأحبها ولكن كنت أخشى أن يتوقف الناس على القسم الأول منها لأن هذه الأزمينة أزمينة رديئة والأوضاع فيها سيئة وهذا زمن النق بامتياز شر وكل ششر وألم وفشل من أين تأتي النعمة لذلك عندما عدت إلى الآية وأعرف وزنها وفعلها في القلب عدت إلى مفهوم الخطأ نفسه ونحن في التربية نعتبر التعلم من الخطأ من أفضل وأفعل أساليب التعلم فأنت تحلل الخطأ تعرف لماذا وقعت فيه وكيف لا يجب أن تقع فيه مرة أخرى فتكون المعرفة التي تبنيها معرفة راسخة ثابتة فتعل من الخطأ أمر مهم شرط أن يكون عندنا ما يكفي من الوعي وعي الذات أولا وعي حدود الإنسان لأن الإنسان مزيج من المحدود واللا محدود إذا رأينا فقط المحدود نغلق الدائرة ونختنق فيها وإذا جامحنا نحو اللا محدود نظن أنفسنا ملائكة نحن هذا المزيج الفريد من الشرطين والملائكة طبعا من الاثنين معا فانطلاقا من وعي الذات وعي الخطأ وما نعيشه في هذه الأزمنة غير المسبوقة من الصعوبة يجعلني أسأل كيف يمكن أن نحول هذا الخطأ إلى فرص لأن الخطأ كما قلنا في التربية وظفناه من أجل التعلم الأرسخ والأبقى كيف يمكن أن تتحول الصعوبات والتحديات والمشكلات إلى نعم عبر أشخاص مثلك يكونوا واعيين دورهم ورسالتهم بالحياة مش بالضرورة يضلوا بالصف الأول بيشتغلوا هيك على الرواق مثل ما بيشتغل الضمير مثل ما سميتك وهذا هو تحدي الأكبر بالنسبة إلي أن نعي حدودنا أن نعي هذه التحديات وأن نعرف كيف نرد على التحدي وكيف نتعاون أيضا نأتلف كنا نتكلم على الألف الغد فكيف نأتلف لنغالب الصعوبة معا فهذا هو الأهم حتى تأتي النعم وإلا تفقى النعم معلقة أو ناطرة على الباب لا تدخل لعل أكتر لقى بالتصع فيك دكتور طعمي هو الخبير التربوي أعددت سابقا وتكب اليوم على ورشة تربوية مفصلية بعدها لإعداد مناهج عصرية مستقبلية لأجيالنا وهندسية لبرامج لفت بالوسيئة اللي هلأ رح نتعرض لنا شوي منها المسميات الإطار الوطني اللبناني لمنهاج التعليم ما قبل الجامعة الصادرة عن المركز التربوي للبحث للإنماء ووزارة التربية وحضرتك أسهمت فيها مع آخرين لفت فيها ثلاث أسئلة أي متعلم نريد أي معلم نريد وأي مدرسة ياريت بتفصلنا هالرؤية هاي اللي عملينا للمناهج الجديدة يعني أنا أشكرك على لقب الخبير نحن ننهد ونتطلع إلى أن نكون في المستوى اللازم من الخبرة تتراكم الخبرات ولكن التواضع العلمي دائما يذكرنا بأنه علينا بدل المزيد فأنا في الطريق إلى مزيد من اكتناز الخبرة في هذا الموضوع لا بالتصع فيك أنا مخص لذلك الواقع أنا أتيت إلى المناهج من اختباري الأول في التعليم نعم كنت أشعر وأنا أعلم نصا ما في الكتب التقليدية التي تعلمنا فيها المفيد وغيره وإلى آخره هناك قالب جامد يتكرر من نص إلى آخر خصائص المضموم خصائص الأسلوب حياة الشاعر نبزي عنها و تماما الظرف الأصيدي حتى عندما تذهب إلى الامتحان نفس الأسئلة هناك نص من النصوص التي درستها في الصف يأتي وأنت مطالب بأن تعيده تعيد إنتاجه كما يقول مارون عبود هذه بضاعتكم ردت إليكم فإذا أعت إنتاجها بشكل جيد أخذت العلامي الجيد ولكن هل تذوقت النص؟ هل أبديت رأيا في النص؟ هل قرأت بين سطوره ومبراء سطوره؟ كنا في نوع من رقص الدرويش حول النص لا نخترق النص لا ندخل إلى سره وأنا كنت ديمقراطي في الصف وأتحاور مع طلابي لأنه كنت قريبا من عمرهم أنا كنت في الواحد وعشرين علمت تلميذ البكالوريا وتلميذات البكالوريا أكثرهن كانوا من الإناث في مدرسة كرمل القديس يوسف أذكرها بالاسم لأنها مدرسة رائدة أول مرة سمعت فيها بكلمة جماعة تربوية كومينوتي إدوكاتي وكنا معا دكتور عصام خليفي وحيي صديقي الأخي وصديقي هوري العويد نحن في هذه المدرسة تعلمنا وعلمنا تربية مسألة صعبة ودقيقة يعني كنت نبلغ شوية ووصولاً لها اللي عم نحكي عنه هلأ المنهج بنسخته الخامس يمكن نعم نعم بعد أكثر من محاولة ترسيته على أهم ما قمت به أنا حصلت على منحة لأدرس في فرنسا وحملت معي هذا السؤال كيف نحلل النصوص نحن نفضل كلمة الخطاب أي نوع خطاب لغوي يخضع لأدوات الدرس اليوم عم بيسموا النص عم بفضلوا كلمة النص ولكن الخطاب الخطاب السياسي الخطاب الأدباء يعني أنماط وما بحب كلمة أنماط يعني الخطاب أفضل وإلى تاريخها من هذا المنطلق أردت أن أبحث كيف يمكن أن نقارب النصوص ونقدم لمن نعلمهم لمن نكتب لهم نقداً في الصحيفة أو في المجلة نقداً مقنعاً وليس مجموعة انطباعات أحياناً مسطحة ولا يمكن إقامة الدليل عليها أو أراء ذات غاية طبعاً ولا يمكن أن نقيم الدليل وأذكر أن الأستاذ المشرف قال تعود أن أرأوا ناساً يبحثون عن الشهادة يريدون الدكتورة ولكن لا يبحثون عن السؤال الذي يدخلون فيه إلى الدكتورة وإلى بناء الدكتورة أنت تأتي ومعك مسألة معك قضية لذلك ستصل إلى الدكتورة بشكل يختلف عن غيرك وفي الواقع نشأت صداقة عميقة بيننا واستطعنا أن نبني عدة ممتازة لمقاربة النصوص وتحليلها وعندما عدت إلى لبنان مدرسة الكرمل ثم سلسلة من كبريات مدارس بيروت طلبت مني أن أكون مع المعلمين في أداد المعلمين تدريبهم تدريبهم ميدانياً نعم نفكر معاً نتذوق معاً نسأل معاً نجد الصعوبات معاً وكل هؤلاء الزملاء الأحباء أحييهم اليوم لأنهم يقولون لي تركت ختمك علينا طبعتنا ونحن لا ننسى ما تبدلناه معاً وصولاً لهذه الشمال التي هلأ معروضة التي هلأ عملتها والتي ستحكي لنا شوية إذن من هنا جاء هذا الاهتمام بالمنهج وببناء المناهج وفي المقال بجريدة الغاد الأردنية ما لفت الدكتور زوقان عبيدات يقول بالعنوان العريض عندما يتقدم اللبنانيون في اللغة العربية اسأل عن المناهج ودعانا إلى المعهد الملكي وقمنا بندوة كيف نحفز على الإبداع والتفكير الناقد كانت ممتازة من هذا المنطلق كنت أراكم هذه الخبرات في بناء المناهج إلى أن عملت هذا الإطار العام كيف هذا الإطار؟ هذا الإطار مزارة التربية والمركز التربية نعم لأنه كان مضى على المناهج الأولى 25 سنة من الجمود وهو أصلاً وضيعت هذه المناهج لأربع سنوات يتم التقويم والاختبار ونعيد النظر ندوزن، نضيف، نصحح ولكن ليس إلا الموقت يدوم إن يأكلوا بروفيزوار يدور دام هذا الوضع لمدة 25 سنة فأنا أن نطور المناهج حتى عندما بدأنا عملية التطوير قلنا المطلوب أكثر من تطوير هو مناهج جديدة منهج جديد بكل ما تعني الكلمة من معنى من هذا المنطلق عندما دخلنا على هذا العمل كانوا في المسودة الرابعة يعني في أربع مسودات لها ما لها ولكن عليها ما عليها ولم تتطور إلى مبيضة نهائية حاسمة عملنا طويلاً في فريق لذلك أنا من مجموعة وكنا مؤلفين والمثل الإيطالي يقول إذا كنا نحن مبعثرين وموزعين لا يمكن أن نؤلف فالحمد لله كنا فريقاً مؤتلفاً مؤلفاً البعض يقولون الحصاص الطائفية وإلى آخره لا كنا متنوعين ومختلفين ولكن كنا نشبه لبنان كنا نشبه واقعنا الحقيقي وكنا نصغي إلى ما عند الآخر إلى كل شخص مننا عنده نقاط قوة ونقاط ضعفه إلى آخر علينا أن نعرف كيف نؤلف من هذا المختلف شيئاً منسجماً والحمد لله قمنا بهذا العمل المضني طويل صعب أعدنا النظر فيه مراراً وتكراراً ولأن مستقبل اللبنانيين يحتاجوا ذلك ويستحق ذلك وصولاً لأن كنت قمت به المناهج توازن كان مفقود بركي بهذه السنوات المرأة وبين الأبعاد الإنسانية بمواد التعليم كلها على أن يترك للطالب لاحقاً اختيار تخصصه تماماً حتى نحقق هذا التوازن لأنه كنا نعرف ما للمناهج الحالية من ثغرات ومن نقاط قوة في هذه المناهج كانت رائدة في محيطها باسم هذه المناهج عملنا في الدول العربية وساعدناهم في تطوير كتبهم وإعداد معلميهم ولكن كان في هذه المناهج ثغرات وحسب تطور العلم كانت التربية تبنى على الأهداف وتحولت إلى تربية تبنى على الكفاية فكان لابد أن تحدث هذه النقلة في مناهجنا كان هناك تعثر بنيت على الأهداف وجاء دليل التقويم يحاول أن يبني كفايات على هذه الأهداف كان هناك بعض التعثر هل مرة تكستوا على الكفاية أما هنا فانطلقنا بمقاربة بالكفايات فنحن نقول ما هي الكفايات التي نريد أن نبنيها البعض بسميها كفاءات مش هيك بس هي كفايات لغويا الكفايات الأصبت الكفايات خاصة لأنها مرتبطة بالتقويم الكفاية هي أخذ من الشيء كفايته يعني حاشته حاشته مكتملة نعم نعم إذن انطلاقا من هنا وضعنا المسوغات لماذا مناهج جديدة مسوغات وطنية اقتصادية بيئية تستحق قراءة معمقة ودقيقة لن نستطيع أن ندخل إليها فقط سأأخذ كلاما قصيرا عن المسوغ الوطني نعم ولذاكرة أقول عندما أتى وزير التربية القاضي دكتور عباس الحلبي نحييه واجتمع معنا قال وصلتم إلى هذا النص وأنتم متفقون عليه ولا خلافات قلنا له لم يسمعنا أحد نتكلم بنبرة عالية أو صارخة بكل هدوء وبكل إصغاء وتوصلنا إلى هذا النص معا في الإصغاء إلى بعضنا في تكامل والإضافة فقال وكأنكم تقومون بطائف تربوي جديد عظيم هذا كلام أصبح يكون مفاعل مفاعل في الطائف الموضوع أنا لا أزيد شو الإطار الوطني من هذا المنطلق سألنا الأسئلة عن الرؤية تريد منهجا جديدا ما هي رؤيتك لن أستطيع أن أعرض كل الرؤية ولكن هناك أسئلة أساسية تهم المشاهدين يمكن أن نتوقف عندها أي متعلم نريد نعم هذا نحن نؤلف للغد كنت تقول نعم إذن أي متعلم نريد أي لبناني لهذا المستقبل في هذه الظروف الصعبة نريد أي معلم نريد ليساعد في بناء هذا الغد وفي تكوين هذا المتعلم وأي مدرسة نريد لأننا نتكلم الآن في التربية عن شركاء المشروع التربوي لهم المدرسة والإدارة والأهل والتلميز كل هذه العناصر مجتمعة تؤلف أركان المشروع التربوي هذه الخريطة اللي عم نشوفها هلأ هون هذه لا هذه نقلة نقلة تانية نقلة تانية سنصل إليها نعم إذن أي متعلم نريد وهو قبل ما ندخل على فاصل أعلانية نعم معك بيبرؤ بسرعة قلنا نريد هذا المتعلم الوطني الفاعل المعتز بانتمائه الوطني اللبناني والعربي المدرك للغته الأم الذي الملتزم المسائل مساءلة مسألة مهمة صح لماذا كل هذا الفساد هذا حصل في غياب المساءلة محارب للفساد والعنف والتعصب ومحترم للروابط العائلية والمبادئ الأخلاقية والروحية والإنسانية أنا أشدد على أننا نقول الأخلاق والمبادئ الروحية نحن لا نتكلم عن الأديان وعن الطوائف صح أما الروح الروحانية فهي مرقات بها يصعد الإنسان إلى فوق ولا يمكن أن تبني مستقبلا أو أن تبني أن تكون إنسانا جديدا من دون هذا البعد هو بعد مكون إذن الصفات التي أمر عليها بسرعة هي متوازن ذكرت التوازن إنساني منفتح يعني منفتح على العالمي متقن للغات أجنبية وملم بلغة أخرى حريص على امتلاك مهارات القرن الحادي والعشرين إلى آخرين من تكنولوجيا وما شابه طبعا محو الأميتين كما كنا نقول مبادر لأنه ريادي وإلى آخرين ما بده ينتظر ريادي يعني بيألف غد مش بيألف شي نعم ومثابر وللحق أقول لأننا كنا نعمل في فريق وكنا دائما هناك لجنة عليا ولجنة ممثلة لشركائنا في المشروع التربوي تقرأ وتقدم الملاحظات جاءنا من المهتمين بذوير كنت أقول أنه جاءتنا الملاحظة من المتابعين لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإرادات الصلبة كما يقولون أنه من الصفات المهمة مثابر لأنه هذا الشخص الذي عنده محدودية ما ليس مسؤولا عنها ممكن أن نكونه ونربيه على المثابرة يعمل باستمرار على تجاوز الصعوبات يتمرس على رؤية الفشل كتجربة تعليمية إيجابية يتقبل وضعه يدرك حاجاته التعليمية ويسعى إلى تحقيقها ويتحمل مسؤولية تقدمه الأكاديمي إذن لأننا نريد مناهج دامجة يعني صاحب الإعاقة لا نرسله إلى مدرسة خاصة به يكون من ضمن المجتمع يكون مع الآخرين ثم من الصفات الأخرى التي توقفنا عليها متفكر يفكر بمنطق يحلل بعمق يقارن يستنتج لأنه لاحظنا أنه بالمناهج وبتقريرنا عن الامتحانات المهارات الدنيا الثلاثة يعني أنه يتذكر يطبق يفهم كثير موجودة أما التحليل الإبتكار التقوين ضعاف غائبة 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 لذلك نريد أن نشدد على أهمية التفكر ناقد التفكير الناقد مهم والتفكير والتفكير الإبداعي صاحب فكر خلاق ومبتكر ينتج معرفة جديدة في الميادين كافة يفكر تفكيرا فذا أوريجينال يعني بيطلع يقدر الجمال ويتفاعل مع الفنون تذوقا وإنتاجا فينمي مواهبه في مجالات الأدب والمسرح والموسيقى والرقص يعني كل الفنون يعني كلهم واحد ونشدد لأن هذه المواد علقت في المناجر السابقة وخصرنا من ذلك خسارة كبيرة نحن نتجي على الأضايا العلمية الحاف بدنا التوازن يعني مثل ما يمثله الفن من قدرة علاجية ومن إسهام بما يعرف باقتصاد الإبداع نعرف فرقة مياس مثلا ماذا قدمت للبنان في اقتصاد إبداع ولبنان بحاجة إليه ثم باحث ومتقص هلأ بدنا نحكي عن القصة تجي من هون قص الأثر تتبعه فإذن يجب أن يكون باحثا يبني معارفه بنفسه من الصفوف الابتدائية الأولى إذن هذه هي ربيتنا للمتعلم أما المعلم فيجب أن تتوافر لا يعطي الإنسان ما لا يمتلكه فاقد الشيء لا يعطيه يكون عنده نفس الصفات فإذا أي معلم نريد بسرعة يمكن أن أقول نعم تقريبا نفس الصفات مع إضافة لا في أمور التعليم والضموض الحي نحن نعطي مثلا ونعطي مكانة مهمة للبعد الوجداني العاطفي هذا مهم في تكوين المتعلم المعلم المعلم بالتقويم مثلا أهمية التقويم كيف يكون عادلا ومنصفا ومحفزا ومشجعا ثم أن يكون مثالا حيا في أنه هو يباحث وهو أيضا يبني معرفته باستمرار إذن تكوين المتعلم وأن يكون معدا إعدادا جيدا مش مندرب لمعلم ندفي لا ندرب معلما غير معد الإعداد كما تعرف في كلية التربية هو أساس تكوين المهنة أنا أختار مهنة التعليم واليونسكو تطالبنا بأن نجذب أفضل المواهب إلى مهنة التعليم إذن يأتي ليكون معلما ويعد في المادة وفي علوم التربية وعلم النفس حتى يفهم كل الإنسان لأن التربية شاملة إذن يعد في كل هذه المجالات ويدرب على الأمور الجديدة التي تطرأ ويتدرب باستمرار على الأمور حتى يظل تطوير المهني ملازم لألو ولذلك أي مدرسة نريد مدرسة توفر للمعلم والمتعلم والتجهيزات والوسائل أيضا والأطر التربوية اللازمة من المنسق أو الموجه التربوي من المدير من الناظر كل هؤلاء أعددنا لهم في المركز التربوي أطر معرفية ومرجعية كيف يكون مناظرا ناجحا مسؤولا عن المكتبة أيضا ناجحا كيف يكون مديرا ناجحا لا يمكن ارتجالهم بالارتجال يعني إذا خلصت من هذا الشيء خلينا نقول لأنه عندي بعد كثير أشيء أريد أن أسألك يريد أن الناس تستفيد منهم خلينا نختص لهذه المرحلة انتهينا بس على أنهي ولن أفصل أن المقاربة التي اخترناها لهذه المناهج هي المقاربة بالكفايات وميزنا بين نوعين من الكفايات كفايات مستعرضة سميناها بتروح بالعرض الترانسفيرسال يعني متقاطعة بين المواد وهذه كفايات جامعة بين كل المواد وكل المتعلمين وهناك كفايات خاصة بكل مادة أو رزمة مواد لأنه اعتمدنا رزمة المواد مثل الاجتماعيات الفنون حتى نقلل من عدد هالامتحانات من 16 ل20 امتحان ويكون فيه وحدي بالتعلم اكتر يعني اذا رزمة مواد تنتعلم اقل ونتعلم افضل واعمق انهي هذا القصد من هون بحكم كونك مختص بالسيميائية من هون هالشي دفعك الى اختراع كلمة التعلمية ترجمة للكلمة الفرنسية ديدكتيك ديدكتيك نعم يعني تضع علم التعلم في خدمة التعليم باختصار شحنا شو هي التعلمية نعم حتى نوفر الوقت بسرعة اقول انه عادة نحن كنا ندرس طرائق التدريس ونتكلم على التعليم وعلى التدريس نعرف ان المحور في التربية انتقل من المعلم الى المتعلم نعم ومن التعليم الى التعلم لانه فاعل التعلم هو التلميذ صح فعلينا ان نعرف كيف نحفزه كيف نساعده على ان يبني معارف راسخة تبقى وتدوم والتعلمية هي الان المادة الاختصاص الذي يضع المتعلم بقلب المثلث التعلمي وعنده المعلم الميسر من جهة هو هو موجود في قلب هذه العملية هناك محتوى المنهج الذي سيتعلمه وهناك الوضعية الحياتية الذي نضعه فيها وهو يكون في مركز الثقل ويسهم كل المحيطين به في تكوينه للمستقبل كنت حضرتك عميد بفترة بلكلية التربية صحيح خريجي سوعية كل هالعمر بس كنت تعلمت بالجامعة اللبنانية واللي بتحبها وكنت عميد لكلية التربية فيها هالكلية خرجت كبار حكموا واشتغلوا وبينوا اليوم بنظلة سريعة اول شي شو اكتشفت خلال توليك عمادة كلية التربية وشو ما صير الجامعة اللبنانية قبل ان اجيب مباشرة اود ان اقول انه انا لم ادرس في الجامعة اللبنانية كنت في الجامعة اليسوعية في كليتين ولكن كنت دائما في الرابطة وكنت دائما في الصفوف الاولى في دعم الاضرابات من اجل الكليات التطبيقية في الجامعة اللبنانية لاننا كنا نعرف انها هم وطني طروري نحن تعلمنا في فرنسا ونعرف اهمية الجامعة الوطنية وليكن هناك جامعات خاصة ولتتنافس في العلم ولكن ان لا يكون عندنا جامعة وطنية فيها كليات تطبيقية كانت مسألة بالنسبة الينا مسألة حياة او موت لذلك مثلا انا الاستاذ في المدرسة الخاصة ومعي دكتور هونري عويت ودكتور عصام خليفي تلاميذنا في المدرسة كانوا يذهبون معنا الى المظاهرات ومنها المظاهرة التي قطعت طريق المطار وكانت المنشات على الصحف حتى الاجنبية مطار بيروت الدولي يعطل بسبب الحركة الطلابية التي تطالب بالكلية التطبيقية اذا احببنا هذه الجامعة وكانت حلما يراودنا لذلك شاركنا في العمل بها وبعد ان انجزت اطروحتي كل الاصدقاء يجب ان تأتي والى الجامعة الوطنية الى الجامعة اللبنانية الدكتور ميشيل عاصي رحمه الله رحمه نعم برسالة شخصية والاصدقاء فجئت الى الجامعة لأعلم هذه المواد الجديدة السمية السميائية وكل هذه الامور واكتشفت ما يميز هذه الجامعة عن غيرها وما يميز كلية التربية لانها ام الجامعة هي النواة الاصلية كنت ارى فيها صورة مصغرة للبنان وعندما كانوا يقومون بدورات الاعداد عندنا في الكلية يأتون بزعتر الجنوب والتين اليابس الشمال وفي كل هذه المناطر اراهم كيف يأتلفون حول الطعام حول تحضير الابحاث حول العرض يتساعدون على ان ينجحوا وعلى ان يبرزوا ويتفوقوا فهذه الجامعة احببتها لانها كانت لابناء الطبقة الوسطى وكانت المسؤولة عن هذا الحراك الاجتماعي والفقيرة كمان نعم الفقيرة كمان طبعا الفقيرة والوسطى ولكن محرك لبنان الطبقة الوسطى التي لم يعد لها من وجود اليوم مؤسف وهذه الجامعة رعت هذا الحراك المهم ادمغة كبيرة في الوطن كانت خريجة هذه الجامعة اللبنانية ولكن يعني الوقت لا يسمح بذلك في الحركة السقافية انطلياس بقاعة الاخوان الرحباني كان في طاولة مستديرة انا اشرفت عليها الجامعة اللبنانية ومستقبل شباب لبنان قلت انا ما احبه في هذه الجامعة هل انها عابرة للمناطق والطوائف والطبقات الاجتماعية والاديولوجيات هي مساحة التلاقي والانفتاح على الاختلاف في تنوع لا يكسر الوحدة والاقتلاف ولكن بالوقت نفسه وانها مؤتمنة على تحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص لكل ابناء الوطن ويعتصر قلبي الالم والحزن على ما يجري اليوم في غياب الدعم الكافي للمدرسة الرسمية وللجامعة الوطنية ولو انا خريج المدارس والجامعات الخاصة لكن اعرف من اين نذهب الى مستقبل الوطن كيف نؤلف الغد بدي انقل على موضوع كمان بسرعة ما بتخاف بروفيسور طامي انه الفلتان الاخلاقي هيك انا بشوف الرائش بالعالم يسبق اي مسعى محلي لتصحيح المناهج وفق الرؤية الانسانية الاخلاقية النبيلة اللي عم تطرح ما بتخاف الحقيقة انا اسمع دائما انه شو هالزمان اللي وصلنا له شو هالايام اللي وصلنا له ما بحياة ما وصلنا له هاك ايام يبدو انه كل جيل يكرر هذا الكلام اليوم في تهالك وتسارع اكتر ولكن دائما عندنا اداني ما وصلنا اليه وحنين الى ما كان يوجد اللي كان غيرنا يدينه نعم لذلك الفت فقط الى هذه النقطة ولل التاريخ اقول هناك كتاب بعنوان بالفرنسي هو يترجمه لا تقول ان الازمين رديئة لماذا اذكر هذا الكتاب استاذي في الالسونية والعالم الكبير جورج مونان في السينياء ايضا اكتر من 80 او 90 كتاب يعني ويعرف لبنان ويحب لبنان والبلدان العربية ايضا هذا الاستاذ الكبير كنا نتناقش هو كان ملحدا لا يؤمن وقال لي ذات يوم الكاثوليك يتكلمون عن الله والايمان كما نتكلم عن الحمض الكبريت كم يل بارل دولسيد سلفريك بهال الروح النقدي الفرنسي التي تعرفها جيدا قلت له هناك اخرون يتكلمون بشكل مختلف ووجدت هذا الكتاب لكاتب انضى مثلا ثلاثة اشهر مع اخوات سوع الصغيرات التي اللواتي نعرفهن في بيئتنا عايشهن عن عن قرب عن قرب مع المسافة اللازي والمدوزنة وكتب عنهن عن رسالتهن عن طواضعهن كالبنفسجات يعيشنا في المجتمعات الفقيرة للمجتمعات المحظية من هذا المنطلق وكتب عن الابي بيير كتب عن خمس تجارب متوهجة في الكنيسة تعمل في التنمية البشرية تعمل في خدمة الإنسان اشتريت هذا الكتاب وكتبت إهداء وأرسلته بالبريد إلى أستاذي فابتسم وهن أنا بعد أن التقينا قال لي مع الشاعر اللاتيني أقول لك لا شيء في الإنسان غريب عني بما أن أنت تؤمن والتجارب الخمسة تعطي البرهان على ذلك لا يمكن إلا أن تؤثر فيها لأنها في الإنسان ومن الإنسان إذن من هذا المنطلق أنا أقول هناك مشكلة في القيام والأخلاف لدينا أزمة قيام متراجع في القيام بوصول البعض إلى الفجور حتى نحن نلاحظ ذلك هذا موجود لافت ولكن في الوقت عينه هناك الوجه الآخر أيضا هناك من أسميهم أنقياء القلوب وهم سيخلصون العالم ذو الإرادات الطيبة هونيك بتفيد النعمة أيوة هم موجودون وأنا شاهد على وجودهم وعلينا أن نستقوية ببعضنا مش على بعضنا ونتكاتف ونعمل معا حتى المساحة القيم تتوسع أكتر وهذا لبنان بدون هالقيم لن يكون لبنان وسننهي الحلقة كما عرفت بكلام على أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار لأن قدر أن تقوم بهذا الدفع نحن بعد لدينا محور وعندنا مجموعة أسئلة بدأت منع عليك من هلأ يكونوا الأجوبة شوي سريعين لحتى عن جد حابب الناس تعرف من هو أنطوان طعمي لأكتر ولا أقل خاصة أعلنية ونرجع نتابع حلقتنا الليلة منتابع حلقة نقطة فاصلة وصلنا دكتور طعمي بسرعة للمحور الأخير واللي هو رح يتركز على شغل حضرتك شغل وعلاءه بسمياء القصة العربية وعندك كتاب عم بتحضره عن سمياء الشعر العربي بهالكتاب هيدا اللي هو غير مسبوق من حيث أنك تعرف ما وراء القصة والمعنى الذي وما وراء المعنى وإذا أخذ منك جهد كبير شرح لنا شو أهمية هالكتاب وخصوصي بالتعليم وشو عم تعمل بدراستك للشعر وخصوصي قصيدة جبران أيتها الأرض لا أهمية نعم 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 فتبا إذن السمياء كانوا في لبنان يسمونها الرموزية نعم هذا زميلنا رحمه الله متربولوس نعم هذا الإسم كيف السونية رموزية إنما الإسم اللي شاع الآن وفي توافق عليه هو السمياء لأن السام سام هو الوحدة الأساسية لكل معنى لكل هرم المعنى فالتحليل يجب أن يصل إلى بكل الدلالات وكل الرموز والوحدة المكونة لعالم الرمز نعم وهي هم الأساسي أن تعمل على الرمز وعلى وظيفة الرمز نعم بس بسرعة قبل أن أدخل إلى سمياء القصة أقول أنه البشرية عملت خطوة هائلة باستخدام الآلة باكتشاف الآلة نقلت البشرية من حال إلى حال وعملت المجتمع العصري والحديث وإلى آخره ولكن لما اكتشفت الرمز ووظفته بالتواصل وببناء الفكر وبالتعبير الجمالي عن الشعر نعم اكتشفت هي وسيلة لبناء الثقافة ولبناء الفكر لا تقل أهمية عن الآلة كأداة يعني الرمز والآلة صاروا سنوات ركناني من أركان بنيت عليهم الحضارة المادية والثقافة والفكر نعم إذن هذا مهم أن نعرف أن الرمز لو لا البناء بالرموز وتوظيفه في خدمة التواصل والبناء الفكري والفلسفي والفني والشعري ما في تراكم حضاري وثقافي ما في إرس منكون فخراء ثم لماذا اخترت أنا القصة أول شيء بتحري معنا قصة هناك تقصة اللي بنعرفها نحن قصة يعني تتبع الأثر نعم وعندما نكتب قصة نحن نتتبع أثر الوجود فيها ونحاول أن نشكله أن نرسم له صورة حتى لا يبتلعه النسيان والعدم قلت في ندوي في قطر عن الرواية القطرية نعم بعنوان جملي من مارون عبود الأمم التي لا قصة عندها لا تاريخ لها وبدأ يقرأ هالمقطع بيكون كافي لا يعطي للمشاهدين فكرة عن هالعلم إننا نروي لنعرف من نكون وكيف نكون ونريد أن نكون أو لا نكون وما معنى أن نكون قبل أن ننضي وكأن لم نكن هذا العنوان حاله كثير اللي فؤاد كنعان من الكتابي اللي بحبون كتير كتير كان غدا عنده وعنده كأن لم يكن كأن لم يكن صحيح وكأن للزمان العابر بنا الكلمة الأخيرة أجل ستبقى القصة بعامة والرواية بخاصة مختبرا لوعي الشعوب بهوياتها ومصائر مجتمعاتها بها يرسمون صورة الذات والآخر ويعيدون تشكيلها بإعمال التفكير الناقض ما بكافي يرسموها بدون يمارسوا التفكير الناقض أكيد بحثا عن المعنى وتقصيا لصورة المصير المرجو الأفضل في كل ما أحلله أو أبحث فيه أو ما كتبت عنه أول أطروحة عن دمشق الحرائق لزكريا تامير والأطروحة الثانية عن الأسس القصة القصيرة اللبنانية من سليم البستاني للخمسة وثمانية من الأرن التاسع عشر مسح كامل وكمنهجية كنا نشوفها على غليف كتابك حطتهم تماما نعم وبالصورة يعني نعم سميات كرمة صممت هذا الغليف وأوردت الأسماء التي تأتي في الكتاب و انطلاقا من هنا نعم المنهجية التي استخدمتها وطبقتها على كل العين التي اشتغلت هي مثلثة الأبعاد نعم هذا المص أو هذه القصة هذه الرواية أسأل كيف نشأت من أين أتت يعني تاريخ الكاتبة حياته فكره الدوافع التي تفاعت لا يكتب ثم استراتيجيات تلقيها كيف أثرت بالذين قرأوها وقاموا الندوات وتفاعلوا معها لأنه الفن هدفه الأول أن يؤثر في المتلقي فنحن ندرس آثار أقدام هذا التأثير في نفس القارئ ونقطة المركزية والأساسية ندرس النص في مادته النصية في نسيجه النصي تكست تكستيل يعني نسيج في نسيجه الداخلي نفككه خيطا خيطا فنعرف أن السرد وسرد الأفعال بالماضي الحوار هو تشكيل المواقف كان يذهب وكان نائما إلى آخر الصفات لرسم الوصف إذن كل خيط له وظيفة معينة بالتحليل نأتي في هذا الاتجاه إذن هذه هي الغاية نفس الشيء طبقت على الشعر فيما يتعلق بالشعر أنا تحريت معنى كلمة شعر وجدت أنه في لسان العرب معناها علم كما لا أحد أعيد علم كما يعني هيك بيطلع معك الشاعر هو من يعلم كما لا أحد أبدا بهذه الفرادة لماذا لأن اللغة هي بنت التوافق والاصطلاح إذا لم نكن متوافقين على معاني المعجم والقواعد لا يمكن أن نتواصل تواضعوا على مش تواضعون يعني استلحوا على هي بنت الاصطلاح وحده الشاعر حضرتك عامل منج قموس أنت ودكتور نعم نعم المعين 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 وهذا مهم جدا هلأ منقول عنه كلمة بقى دكتور أسعد سكيف نعم رحمه الله خسرناه ويعلم من أعلام اللغة كان عميدا أيضا لكلية تربية فبما أنه تكلمنا حتى لا نعود إليه المعين فكرته الأساسية جاي من يغب من المعين الإنسان نعم لننهض بلغتنا أوصى هذا الإعلان الذي قرأته بصوتي في دبي كيف ننهض بلغتنا كان هناك اقتراح هذا هو نعم نعم كان هناك اقتراح أنه مع جمنا تجمع المشترك من العام المحكي مع الفصيح وفكرنا بأحفادنا وأولادنا الذين باتوا في المهاجر والمغتربات فهكذا يعرفون الكلمة العامية الفصيح المقابل اللغة الفرنسية وأنا كنت مسؤولا عن ترجمة إلى الفرنسية اللغة الإنجليزية وكانت الكتابة فونولوجية حتى نضبط اللهجة وفق كل دولة نعم عندي ثلاث أسئلة بعد معك حتى ننهي فيون هالحوار بس مياء الشعر بعد عندك شيء كلمة عن نص أياته هالأر قلنا أنه الشعر هو علمك لأحد يعني الشاعر قادر أن يقول اللغة ما ليست مؤهلة أصلاً لتقوله عن طريق الصور والإبداعات واستخدام اللفظة بمعنى خاص به كونوتاسيون نسميه بالتلوين الخاص به من هذا المنطلق الشاعر صاحب المعاني الذي لا تشبه غيره إذا ما كان عنده جديد فليكسر أقلامه ويسكت وثم تطير بجناحين جناح الصورة وجناح الإيقاع فالوزن يساعد في الإيقاع ولكن الذين نظروا يقولون أن الوزن أدات من نوشس يجب أن يضاف إليه الإيقاع الإيقاع الموسيقى والدهشة والإعجاب حتى يحدث الأثر الفني الذي يجب أن يحدثه من هذا المنطلق أنا أرى أن جبران في نفره كما قمت بدراسة أيتها الأرض شاعر أكثر منه في نظمه لأنه منحس بالجهد التنظيمي يعني فممكن نشوف الشمال تيراميد هل لم نشوف هاي هذه إخدها من نص جبران النص ما منهم موجودين فيها هذه دراست هي وصلت إلى إذن هنا جبران يكتب بالتوازن المتوازي أو بتوازي القلب التوازن المتوازي هاي هم بيقول ربيعك صيفك أو خريفك شتاءك نعم سرت في ربيعك وأنت العطرة بخورا نعم وفي خريفك أنت الجوادة خمرا لا في صيفك أنت الجوادة أثمارا أثمارا نعم وفي خريفك فأنت الفياضة خمرا خمرا وفي شتائك فأنت الطاهرة أو ثلجا ثلجا إذن كل المقطع مبني على هذه التوازنات وتعود بقوالب وتؤثر على الموسيقى هو يقول أنا أعبد الكلمة وأنضي أياما ولياليا وأنا أفتش على لفظة تأتي في المكان اللازم حفر وتنزيل إذن من هذا المنطلق في شعرية النثر أيضا إذا كان الكاتب فعلا شاعرا وأنا أوسع هذه الدراسات حتى أقدم كما سمياء القصة العربية سمياء الشعر العربي أيضا وختمت هذا الكتاب سمياء القصة بفصل للمعلمين هو تعلمية النص القصصي وكل من قرأه خاصة من طلابي يقولون هذه أجمل هدية قدمتها لنا لأنه بدنا نعرف الآن كيف ندرس النصوص وأنماط النصوص لأنه الكتب بتقصص المهوى وصفي مهوى غير وصفي وبتقدم نص وصفي نعم عنا عشد آي بدنا نحفينه عن ثلاث أمور يا ويلة أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار لحضرتك عضو مؤسس فيها هل ترى في هذه الأكاديمية رافعة لدور لبنان الرياد العالمي اللي لعبوا بالتاريخ ولعبوا حديثا ومتأمل أنه نرجع يلعبوا بكل تأكيد هاي دي عزيزي على قلبنا أنا بحيي بخانط الرئيس طبعا يلي هو عايش هالفكرة بخانط الرئيس طبعا عدة مرات إجا اجتمع معنا وقالنا عدش بقلبه بيحمل هالمشروع وشو الأولويات المهمة والآن الأرض ببلدية الدمور تقدمت أرض كبيرة وواسعة ونحلم بأكاديمية يكون فيها مكان للفنون والمحاضرات والبصالات وللنوم أمكنا ومطاعم أيضا لأنه يجب أن يأتي إلينا الآخر ويعرفنا بنفسه فهو يكشف عن نفسه وعن حضارته وعن لغته وهكذا نتلاقى ونتحاور وبدل الخصومات والعدوات نتواصل لأنه الإنسان إنس زائد إنس بيساوي إنسان وإلا يغرق في وحشيته وفي جاهليته حضرتك كمان بتحب هالنوع من الحوارات تدو حضرتك للعلمة ومؤمن فيها بتعتبرها خلاصة لبنان والوقت زيت ورجل مسكونة يعني عندك اهتمامات كونية عائلية إيمانية روحانية بتجسدها بكل تصرفاتك يعني هذي إيشتك بركي ترجمة لكل بكل تأكيد بكل تأكيد الحقيقة أنا أعترف أنه كان لي الحظ أن أتعلم على معلمين في اليسوعية ترفع لهم القبعة يعني حتى ولو كانوا رجال دين مثل الأب كولفون باخ رئيس اليسوعية لـ 24 سنة أو جيمس فنيغن أو غيرهم كانوا متحررين وديمقراطيين بشكل وعدوكم تحرر غير موصوف فعلا أتصور أنت الأب كولفون باخ أشرف على رسالة الأولى في الفلسفة عن نيتشي أنه الله مات وأنا مشيت بجنازته وبفضله قرأت أباء الشك ووضعتهم في تلاق مع يسوع كيف لأنه مثلا ماركس كان همه الصراع الطبقي ومحاربة الفقر وإلى آخره طيب إذا أشبع جوع الإنسان إلى الخبز جوعه إلى الخبز الآخر من يشبعه الجوع العاطفي الذي عند الإنسان إذا هو انطلق من فكرة جزئية نسبية وعمل منها مطلق مثلا فرويد انطلق من اللي بدو ومن الحاجة إلى الاكتفاء العاطفي وعمل منها أيضا مطلق إذا الإنسان حقق اكتفاءه العاطفي الاكتفاء الآخر الاقتصادي مثلا وين إذا نيتشي بدو القوة والغلبي وهالسوبرمان مثلا أو فورباخ بدو يقتل خوف الإنسان من المتعالي بيقول هذا الخوف هو خلق الله أنا شفت أنه المسيح بدو يشبع جوع الإنسان وأشبعه بعجيبه صح ولكن دائما فكر بالخبز الآخر ليس بالخبز وحده والخبز الأبدي كمان وفكر بالبعد العاطفي للإنسان واحترم الإنسان حتى الخطأ منهم وكمان بيريد الإنسان سيد غير منقاد ولكن مش يكون متسلط هو مع الإنسان الخادم مش مع الإنسان المتسلط فأقمت هذا الحوار بينهن بعدين وعيت أنه نحن ناس كتير يعني طائفيين نتعصب أول شيء لطيفتنا وبعدين لدينا ما بيصير بدنا نكون خارقين من هون أنا كنت داعي دائما للدولة المدنية وخاصة من خلال هالماد المهم يلي هي التربية المواطنية حيث المواطنون فيها يتساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات هيدا يلي بدنا نشدد عليه عندك شخصيتين بحياتك بقهر خمسة دقائية بتحبهم كتير بدت تحكي لي عنه كل واحد دقيقتين ونص الأب ميشيل حايق ليش تأثرت فيه معلي ليش واحده دون غيره ووديع الصافي بدراسة عنك لألك عنه بتعتبر صوته لبنان خبرني بهال وصوته أيقونة وصورة للوجدان الجمعي تبعنا بس يغني بيلمسك لأنك بمرأة وجدانك الخاص بتشوفها بهال وجدان العام هذا وضيع الصافي وكانت جمعنا صداء معه مع عائلته هذا بينضبنا هذا الكتاب حضرتك عامل دراسة أنا فصل كامل وأعتز بهذا العمل لأنه عملته بكتير محبي ولكن بنور العقل والقلب معا دراسة أكاديمية بس بالوقت زيته غير مسبوقة وريتها ورفتش أبعادها خصوصة بالناس اللي استشهدت فيهم لأنه جاء العلم ودارسين بالاستاذ ورية وحضرتك قدرت طلعت بهذه الخلاصة طبعا إنه هيدا شخص طلع من هالجبل من من خدمة إداسو الماروني على الموسيقى البيزنطية وكان يخدم من إداسو أحيانا أم الصلاة في الجوامع طلع على هالكل على هالشمول درجة وراء درجة بأصالة كان راسخا فيما يقوم أما بارمشيل حايك ميشيل حايك تتلمست عليه على بعد أولا لأنه كنت أحشق سماع محاضراته وعيضاته من منبر مارجرجس بيروت وهو يميز بين المحاضرة والعزاء وهو بيعطي محاضرات ومحاضرات تربوية لأنه عنده فن الشيء اللي منسميه نحن بالتعلمية ترانسفوزيسيون دي داكتيك نقل تعلمي يعني إنك هالمحتوى العلمي ما بدك تقوله لمتخصصين بدك تقوله لعامة الناس فأنت تبسطه دون أن تسطحه فكان يقدم لنا أمور بمنتهى العمق ولكن بعبارات بسيطة وجميلة من هذا المنطلق تعرفت إليك أنا يأتي إلى مطرانية بيروت في الأشرفية وأنا كنت أسكن أن كنت جارا للمطرانية وربطتنا صداقة أنا جمعت آخر قصايده الغير المنشورة تحت عنوان ضاقة الأرض هو اختار العنوان وكتبت مقدمته بشجع كتير الناس يقروا تيشوفوا شو هال وهو يلي بيقول بكتاب من كتبه ما شغلني عن الشعر شاغل لو لله لو لله وقال لك بس مشاهل الحايق ما فتنني في فهمه للبنان ولرسالة لبنان الميثاقية يلي حكي عنا الميثاق بيروح للثقة نحن سلفنا بعضنا ثقة بدون شروط إذا عشنا هذه الثقة لبنان بخير ويفيد من هذا الخير والخير العام على الجميع أما إذا فكر كل واحد بحصته نتناتشه كما تتناتش النسور الجثة شوفها الوعي العميق وقال الحل الوحيد لصراع الشرق الأوسط هو هذه الميثاقية اللبنانية فلتكنوا رشالين لكل الديانات الإبراهيمية ونخرج من هذا الصراع دكتور أنطوان طعمي حلقتنا خلصت بشكر النعم اللي أفضت علينا بها الحلقة في موضوعات وأشخاص بدون هني حلقة لحالهم إلهم دين علينا حضرتك قامة وطنية أخلاقية تربوية إنسانية لا تتكرر وبهالجزء اللي بهالساعة اللي حكيناها فيها كل هالموضوع الناس اكتشفت أبعادك وإديش غني وإديش فعلا تصييد نعم شكرا لك يا أهلا فيك شكرا لحضورك شكرا من القلب وشكرا للأو تي في ولتحية من القلب للمشاهدين بلبنان والعالم العربي وعالم الانتشار وهم كثر صح لهم تحيات صح وأنا بشكر معك كل المتابعين وتفاصل بلبنان وعالم الانتشار اللبناني وبالعالم وعوسائل التواصل الاجتماعي وشكر معاونية بهالحلقة المخرج جون دبس البروديوسر ماري آنج نوشي مهندس الصوت حسين سرحان مدير المسرح رامز أبو جديد وبشكر سمين خوري وكريستي غاوي وأنطوني الأحمر بلشت بالنعم وبنهي بالنعم تحت عنوان نعمة زيدة الصخرة الصخرة إذا لحقت وجابت من جبينا ولاد بتخلي في جبال وأمات جديد تصبحوا خيروا وأمال موعدنا الأسبوع اللي ينترون موسيقى موسيقى موسيقى